يا جماعة حر يعني الموضوع مفتوح لا عايز يبقى أهلاوي يبقى لا عايز يبقى زبالكاوي يبقى لا عايز يبقى من أي حتى 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 سكنداري يبقى كل واحد حر فالقصة كلها إن الرياضة في الأول وفي الآخر للمتعة للمتعة فإنت بتدخل الأمور بشكل كان غريب وصراعات وغيره مشاهد عمرنا ما كنا واخدين عليها في مصر تحديدا ممكن قد تحصل في دول تانية لكن مش عندنا فبنقول حمد الله على السلامة وبنقول إن إحنا سعداء بهذا الوضع بهذا الشكل وده اللي أكده مبارح برضو زادة الوزير وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف الصبحي اللي عبر عن التقدير والامتنان لمجلس إدارة الأهلي وإزا مالك على هذه المبادرة الوطنية بهدف هنا بتتكلم خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة مع وجود كل الاحترام وكل التقدير لكل الجانبين وأكد كمان سيدة الوزير إن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي ليه نادي الزمالك وحضور كامل مجلسي الإدارة بينم على عهد جديد للرياضة المصرية وبيصب فيه الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية أشهد كمان وزير الشباب ورياضة بالأجواء الإيجابية اللي شهدتها الزيارة وتكسيدا كمان وتأكيدا على المضي قدما فيه يعني ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين فأنا هختم بقى الملف ده أو الخبر بهذا الكلام وأعتقد أن احنا يعني هنشهد الفترة القادمة مزيد من الود ومزيد من الاحترام ومزيد من علاقات الرقية تاني ممكن تبقى منافس ليا بس مش معانا أنك عدوي عادي نتنافس ونتنافس بشرف على المقعد الأول والأفضل هو اللي يحتل المقعد الأول عادي ولو حد يحتل المقعد الأول فترة والتاني بعد كده حصله وهكذا كل ده لصرح المطعة الرياضية والكرة المصرية ما خلي بالحضراتكو احنا دايما نيجي نقول أنا كنادي أهلي أنا متعود أن أنا أكون رقم واحد بس وقت ما أكون تاني حوصل لرقم واحد في بطولة جديدة وموسم جديد عايز أوصل بشراسة عايز أوصل بيبقى فيه منافس ليا قوي على الأرض فأكيد أكيد فعز حتى الأزمات اللي كان بيمر بيا نادي الزمالي كنا بنقول بالعكس نتمنى الاستقرار للمجلس نتمنى الاستقرار للنادي لأن ده لصالح الكرة المصرية ولصالح النادي الأهلي بالمناسبة أو أحد يفتكر العكس تماما الكلام ده مش مصبوط فكل الاستقرار إن شاء الله لنادي الزمالي في الفترة القادمة وكل الأمال أن يكون دايما فيه تنافس شريف هو ده اللي احنا بنأمله عشان يوم ما نبقى تاني رقم واحد كالعادة يبقى برضو الواحد مستمتع بالتنافس ومستمتع بالكرة ومستمتع بالمباريات اللي بتحصل